طيب مساء الخير اليوم هناخد المحاضرة الثانية في السليب البحث الاقتصادي او حلقة البحث في الاقتصاد هناخد الفصل الثاني كيف تكتب خطة البحث دائما في ذهن كل باحث في البداية بالتحديد بكون لدى الباحث عدم معرفة لانه بكون جديد عليه عملية كتابة خطة البحث وبالتالي شي طبيعي انه الطالب يتعلم وهي بداية يعني الماجستير دائما هي اول خطوة في خطوات البحث العلمي هناخد اليوم كيف نكتب خطة البحث المشكلة الاهمية اهم العناصر الاهداف الدراسات السابقة اشكالية البحث فروض حل الاشكالية كيفية التحقق من الفروض الادوات والمناهج التكوين الاول لمحتوى البحث المصادر والمراجع كيف يتمكن الباحث من تحقيق هذه الشروط في طريقة تقسيم موضوعي وفي طريقة اللي هو منقسم طريقة تاريخية وطريقة بنيوية وهل يجوز اجراء تعديلات على الخطة كل هذا حنشوفه في هذا الفصل اللي حنشوفه كيف تكتب خطة البحث احنا بعد ما اتعرضنا للمشكلة الاولى اللي تحدثنا انه بتجابه كل الباحثين الشباب في اختيار الموضوع نفترض الان شخص اخذ موضوع معين واستقر على كتابة موضوع معين لكن نأتي الان الى الخطة التانية كيف بدك تب الخطة انا لانه بكرا لما انت بدك تخلص المواد حتطر انك بدك تعمل رسالة وبالتالي بدك تقدم خطة للقسم لاعتمادها وهذا بده الخطة تسجل في الكلية او الهيئة العلمية تمام بعد ما الباحث يطرحها ويتم الموافقة عليها وهنا بده يباحث يكون ليش يختار هذا الموضوع يبرر لماذا اقدم على دراسة موضوع معين بمعنى رغم انه لكل موضوع بحث الظروف العلمية الخاصة اللي بتستتبع كتابة الخطة بشكل خاص وهذا يجعل اسلوب الخطة في مجال ما فيما يدين البحث مختلف عن اسلوب خطة اخرى يعني الكليات الادابية بتختلف عن العلمية احيانا في كتابة الخطة الخطة دائما هي المرآة مرآة للباحث بتعطيك صورة شو الباحث بدي يكتب عن موضوعه وبالتالي عرض الخطة ان كانت الخطة مكتوبة طريقة جيدة بتعطي انتضاع واضح لأعضاء القسم او لمن يناقشوا الخطة لانه دائما في بعض الجامعات الخطة تناقش في القسم وتناقش بحضور طلاب الدرسات العليا بنسميه سمينار باستعرض الباحث خطته وبتبدأ نقش من القسم تعديل على مشكلة البحث اهداف البحث فرضيات البحث اهمية البحث احيانا على المراجع الاولية احيانا طلاب اللي بكونوا جلسين بيعطوا ملاحظات فالخطة هي مرآة من اللحظة الاولى يا الخطة بتعطيك انه خطة متناسقة متكاملة مقنعة او خطة يعني بتكون بعيفة وبالتالي صياغة الخطة دائما بتكون في عبارات دقيقة محكمة لانه هذا بيعطي انطباع للجنة العلمية تمام انه هل هذا الموضوع جدير بالدراسة او غير جدير بالدراسة احيانا اللجنة العلمية او القسم يعني برفض الخطة واحيانا يقبلها لانه احيانا الخطة وما ليس احيانا في غالبا احيان او غالبا هي الخطة بتعطيني دائما للباحث ان يظهر فيها قدراته والباحث من خلال الخطة هل هو يا ترى بكون مؤهل لدراسة هيك موضوع او غير مؤهل ببين مستوى من خلال الخطة ومن خلال جدية الموضوع وبالتالي دائما الباحث او الطالب طالب الماجستير بدول الباحث اهمية قصوى لانه الخطة هي اللبنة او البذرة الاساسية اللي تتون منها الرسالة وبالتالي دائما هذه البذرة ان صلحت يصلح الرسالة او يصلح النبات دائما بنقول والعكس صحيح فاما بتبين انها خطة ضعيفة تمام او بتبين انها خطة يعني ليس لها لا من قريب ولا من بعيد في البحث العلمي وبالتالي هاي احيانا اما اما يعني بتعطي للطالب للطالب اهتمام انه في موضوعه او عدم اهتمام في موضوعه وبالتالي دائما يجب ان يكون اهتمام في الخطة صياغتها صياغة جيدة اه صياغتها صياغة اه يعني اه اه بتنصاغ بطريقة اه اه معقولة تمام او تصاغ بطريقة يعني اه ضعيفة طيب ومن هنا الباحث عليه ان يولي خطته اهمية قصوى اولا ايش العناصر اللي لازم توفرها بالخطة في شروط الكل شبه متفق عليها في كل الكليات سواء كليات ادبية او كليات علمية وغالبا في كل الجامعات في عناصر اساسية تكون بالخطة لما واحد بده يقدم خطة في اي ميدان من ميدين البحث العلمي النظري او التطبيق طيب ايش اهم الشروط اللي يجب ان تكون في شروط تتمثل هذه الشروط بالتالي اهمية الخطة اهمية البحث عفوا نبدأ فيها شوفوا في كثير من الاحيان الطالب بيعمل رسالته ولا يميز ما بين الاهداف وما بين الاهمية والاهداف والاهمية دائما انا بقول لطلاب البحث العلمي لما بشرح حين ما دي بقول لهم انه بين الاهمية والاهداف شعراء واحدة يعني لا يميز احدهما يعني الشاطر اللي بده يميز بينهم طب كيف نميز بينهم دائما انت لما تكتب اهمية البحث اعرف انه اهمية البحث للاخرين والاهداف للباحث يعني ايش اهمية البحث للاخرين انه اهمية البحث ايش بده يعطي لصناع القرار للباحثين لطلاب الدرسات العليا للبحث العلمي للمكتبات لصانعي القرار لوزارة معينة اذا الاهمية للاخرين والاهداف دائما ايش بنقول للباحث الاهمية انت بدك تكتب بالاهمية انك بدك توضح اهمية البحث مش لك للاخرين بهمية يعني هان اهمية البحث بالنسبة للمعرفة العلمية اول خطوة يعني يجب ان يخطوها الباحث في خطته وتبرهن على جدية موضوعه على جدية موضوعه ما يحمله من قيمه في مجال البحث العلمي وما اذا كان هذا يمثل اضافة ام عادة تفسير ام سد لنقص ام تصحيح لخطأ او غير ذلك يعني بمعنى انه انا بكتب انه هذا البحث سيشكل اضافة كذا هذا البحث سيمثل اضافة هذا البحث سيعيد تفسير العلاقة هذا البحث سيسد نقص معين هذا البحث لتصحيح خطأ معين وبالتالي دائما انا الاهمية للاخرين والاهداف للباحث اذا انا في اهمية البحث دائما بحطها في نقاط ماذا ستضيف للمكتبة ماذا ستضيف لصانعي القرار ماذا ستضيف للبحث العلمي ماذا ستقدم للمجتمع هنا بنحط اهمية البحث النقطة الثانية اهداف البحث اهداف البحث هي للباحث يعني ايش بده يطرق في رسالته شو بده يصل لنتائج وبالتالي الباحث دائماً بذكر نوعية النتائج اللي بتطلع عن يصل إليها. يعني إيش الفائدة النظرية العلمية العملية اللي بتعود على تقوينه العلمي. يعني بتقول لك يعني واحد بجي بقول لك أنه هذا هدف الباحث أنه سيتطور مقدراته العلمية هدف الباحث توضيح كذا. هدف الباحث الوصول إلى كذا وبالتالي الباحث يجب أن يعمل على رفع كفائة الباحث نفسه. من حيث استخدام الأدوات. إحنا قلنا الأهداف لمن؟ للباحث استخدامه لأدوات العلمية استخدامه للمنهجية. استخدامه لأدوات الاقتصاد الرياضي القياسي. اطلاعه على المكتب العلمي. استعابه لطبيعة البحث العلمي. جدوله أيضاً للمعرفة. للهيئة العلمية التابعة له أو المجتمع. وبالتالي إحنا الأهداف بتكون أيضاً مصغر في عدة نقاط. بقول يهدف الباحث إلى توضيح واحد. توضيح اثنين الوصول إلى تبيان كذا. يعني أنت بيبين لك الأهداف. إيش بدك توصل؟ وهدف البحث دائماً. لما أحد يعمل البحث. إيش الهدف؟ أن يرفع من مستوى العلمي. من تكوينه العلمي. أن يطلع على أكبر قدر من المراجع. أن يستخدم أكبر أدوات من مناهج البحث العلمي. ممكن واحد يستخدم من أسلوب الوطف. واحد يستخدم من أسلوب التحليل الكمي القياسي إلى آخرين. وبالتالي الأهداف هي إيش للبحث؟ من أأتي في كل خطة يجب أن يكون لدينا دراسات سابقة حول الموضوع. وهنا الدراسات السابقة أحياناً دائماً إحنا بنتناول يعني على الأقل عنا في جماعتنا الفلسطينية ثلاث أنواع من الدراسات. بنقول دراسات أجنبية أو دولية ودراسات عربية ودراسات محلية. دراسات أجنبية أو عربية أو محلية. طيب إيش أنا بدي أستفيد من الدراسات السابقة. الدراسات السابقة كل دراسة بيتناولها كالتالي بقول هدفت توصلت شو هدفت الدراسة؟ تمام وشو توصلت الدراسة؟ طيب استعرضنا الدراسات السابقة كل دراسة باختصار شو هدفت وشو توصلت؟ Ana بعرض أوجه النقص في هذه الدراسات والقصور وكيف سيكون بحثي متمماً. وبالتالي أنا لما باستعرض الدراسات السابقة باستعرضها بطريقة بسيطة جداً كل دراسة ماذا هدفت وماذا توصلت بعد ما استهدف أنا بطريقة يعني بسيطة جداً وماذا هدفت وماذا توصلت باجي بقول التعقيب على الدراسات السابقة بقول إنه دراستي إيش التعقيب ماذا اتفق الدراستي مع الدراسات السابقة ماذا اختلفت ما الجديد إذن أنا بقول ابتتفق مع دراست سين أو صاد أو عين وتختلف مع كذا والجديد إيش أنا بدي أجيب لأن أنا أحياناً لما أحد بوقتنا نكاتب عنا أفرض مثلاً عن الأبعاد الاقتصادي والاجتماعي للموازن الفلسطيني بروح أنا أعمل نفس الموضوع الأبعاد الاقتصادي والاجتماعي لموازن الفلسطيني بعمل إيش نفس العنوان لأنه أنا مش حاίζي في شيء إذن أنا في رسالتي ماذا ستختلف ممكن أنا أقول أنه هذا البحث بحث الأبعاد الاقتصادية ولكن هناك نقص مثلاً في الجانب القياسي في هذه الدراسات أنا بدي أستخدم مستلوب قياسي في نقص معين انا بقول انه هذا البحث سيكمل النقص والقصور في الدراسات السابقة وبالتالي دائما بعد ما استعرض الدراسات اقولنا بنستعرض الدراسات هدفات توصلة ايش بنذكر بنذكر اسم الباحث والدراسة والساني يعني مثلا بقول انا ابو مدللي 2008 وعنوان الدراسة تاعته او البحث طب الدراسات السابقة شو هتكون الدراسات السابقة دائما يركز على رسائل الماجستير والدكتورة ويركز ايضا اضافة الى الماجستير والدكتورة الى ابحاث المنشورة يعني مش اوراق عمل تجدولي درسات سابقة او جريد درسات سابقة لا انا عندي ابحاث منشورة في مجلات او رسائل الماجستير او دكتورة وقد تكون عربية او اجنبي طب واحد بقول لي عربية يعني ممكن واحد يكون عامل على الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لموازنة الجزائر هذي درس عربية واحد يقول لي انه البعد الاجتماعي في موازنة الاردن مثلا انا بدي اعمل على فلسطين وبالتالي باخد الدراسات اللي اخذت نفس العنوين النقطة التانية بشوف ايش الاسهل بيستخدمتها في دراسات بتكون طابع وصفي ممكن انا اقول الجديد تاعت اننا بدي اخد قياسي ممكن الجديد ان الدراسات هذه كلها معلومات او بيانات تقديمة بدي اخد بيانات جديدة وهكذا بيكون في الدراسات السابقة بعد ما استعرضها يجب التعقيب عليها النقطة الرابعة اشكالية او مشكلة البحث والمشكلة لا يخلو من اشكالية محددة تمام اذا ما كانش عندي اشكالية بيكون بحث غير جدير للدراسة نقطة الارتكاز دائما الذي يدور عليها اي بحث علمي هي المشكلة وهذه المشكلة تتطلب حالي وحتى يكون من لا يعلم على علم ان المشكلة هي بوجه عام سؤال مطروح يتطلب حل تمام ولا يوجد لها حل مطابق تمام لا يوجدها حل مطابق ومن هنا ينبغي ان يطرح الباحث في بحثه سؤال كبير يحتاج الى اجابة اي حل يعني دائما بنقول في الدراسة او في المشكلة في سؤال رئيسي وفي اسئلة ثانوية تمام يعني انا ممكن يكون عنواني مثلا مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال واحد كاتب عن الاقتصاد الاسرائيلي او عن الاقتصاد الفلسطيني اذا المشكلة بده تدور حول العنوان عنوان البحث بس يطرح في شكل سؤال يعني مثلا انا بدي اقول محددات البطالة في فلسطين واحد بدي اعمل انا المشكلة ايش بدي اقول مشكلة البحث تتمثل بالتالي واحد ما هي محددات البطالة في فلسطين هذا السؤال الرئيسي بعدين بحط ويتفرع منه اسئلة ثانوية محددات البطالة في فلسطين على المستوى العربي محددات البطالة فلسطينيا محددات البطالة اسرائيليا كله ايش تأثيرها سؤال مستوى العربي أنا بحط دائما المشكلة في شكل سؤال رئيسي واسئلة ثانوية وبالتالي هذا السؤال الكبير يحتاج الى اجابة اين ستجيب عليه في متن البحث عندما تجيب على هذه الاسئلة يعني كل سؤال انت بدك تطرحه مش انا بدي احط اسئلة احط حطت خمس اسئلة وفي الاخر اني ما اجابش عليهم يعني على سبيل المثال لو بنا نتحدث على البطالة في فلسطين ما هي محددات البطالة فلسطينيا ما هي محددات البطالة اسرائيليا ما هي محددات البطالة عربيا ما هي محددات البطالة دوليا طيب باجي انا بروح باخد محددات البطالة في فلسطين بشرح جوا بسيب الباج اذا انا ما جوابتش على الاسئلة وبالتالي اني انا لو بدي احط اسئلة يجب الاجابة عليها وبالتالي المشكلة احيانا تكون مركبة وبالتالي الباحث يقوم الى يحللها عدة مشكلات بسيطة تمام؟ وكل مشكلة منها مشكلة فرعية وبحاول أجاوب عليها أو أحلها يعني أنا لو أخذت مثلا بدي أتحدث عن الإرادات العامة في فلسطين على سبيل المثال بدي أتحدث عن الإرادات العامة في فلسطين يمكن ما هي مصادر الإرادات العامة في فلسطين هذه إيش بنكون سؤال رئيس يتفرع منه الأسئلة التارية محددات البطالة في فلسطين عربيا الإرادات عفوا في فلسطين عربيا محددات الإرادات الداخلية محددات الإرادات العربية الدعم اللي بيجينا محددات الإرادات الدولية إذن أنا هنا بكون عندي مشكلة أحيانا سؤال رئيسي وأسئلة فرعية أعتقد أنه هيك اتضح خمسة فروض حل الإشكالية ما زال أنا بدي أحط إشكالية بدي أطع فرضيات لحلها وبالتالي اللي بيطرح أسئلة يجب أن يحصل على أجهزة وطرح المشكلات هنجد أنه كمية من الحلول وبالتالي على الباحث أن يذكر في خطته مجموعة من الفروض التي ستحل الإشكالية وتجيب على الأسئلة يعني لو إحنا تحدثنا عن محددات البطالة في فلسطين بقول توجد علاقة ما بين محددات البطالة في فلسطين أو البطالة في فلسطين والاقتصاد الإسرائيلي توجد علاقة ما بين البطالة في فلسطين والسوق العربي توجد علاقة إذا أنا أحط فرضيات تمام وإذا ما كانش توجد بقول أثر أثر تمام بصيغ الفرضية أنا أنه في علاقة أو لا علاقة وبالتالي هذه الفرضية إذا وضعت فرضيات يجب في الآخر الباحث أن يجيب عليها في متن البحث متن البحث وبالتالي هنا أنا لما أبدأت حدث عن الفرضيات الفرض العلمي له شروط محددة هنأخذ إحنا كيف هذه الشروط منيجي بعد ذلك كيف التحقق أو كيفية التحقق من الفرض إحنا في وسيلة دائما عشان أنا كيف أتحقق من الفرض إما بالوصفي أو الاستنباطي أو الاستقرائي أم التحليل أم القياسي يعني على سبيل المثال أنا ممكن أتحقق من الفرض بطريقة استنباطية أو بطريقة وصفية أو بطريقة لها علاقة بالاقتصاد القياسي أو بأسلوب رياضي يتم كل هذه تؤثر على اللي هو صياغة الفرضية صياغة الفرضية المعينة وبالتالي أنا لما بسيق فرضية يجب أن أثبتها أو أن فيها يمكن أقول أن توجد علاقة ما بين البطالة في الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي أو إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لكن أنا لما أجي أشرح ما لقيش علاقة إذن أنا الفرضية إما تثبت إجاباً أو بالنفي ليس بالضرورة كدوا بالك وأنه والله الفرضية أنه يجب أن أثبتها يمكن يطلع العكس معاي تمام؟ مش أنا أبدأ كيف البحث عنها الفرضية أحياناً أنا بحط أنه توجد علاقة بين البطالة في فلسطين وإجراءات الاحتلال يمكن ما يطلعش لها علاقة إجراءات الاحتلال ويمكن يطلع تمام؟ توجد علاقة ما بين البطالة في فلسطين والإجراءات العربية اللي اتخذت مثلاً ما بعد التسعينات اتجاه الاقتصاد الفلسطيني دول الخليج وغيرها إذن يمكن أثبتها أو عدم إثباتها في النهاية الفرضية إما تثبت أو لا تثبت إما بالإجاب أو بالنفي بنقول توجد علاقة التكوين الأولي لمحتويات البحث الآن إحنا حطينا المشكلة وحطينا الأهداف والأهمية حطينا الدراسات السابقة وحطينا الفرضيات فيه تكوين أولي واحد بقول لي طب شو التكوين الأولي للبحث آه الباحث بضع خطة وبالتالي أنا بعد ما بستعرض الخطة بحط التكوين الأولي طب شو التكوين الأولي التكوين الأولي له علاقة بمحتويات البحث بيجي الباحث بقول الفصل الأول ولنفرض واحد مثلاً يتحدث عن الاقتصاد الفلسطيني او التنمية في الاقتصاد الفلسطيني ممكن يتعرض اول فصل استعراض لمكونات الاقتصاد الفلسطيني يتعرض للقطعات الاقتصادية يتعرض لمؤشرات الاقتصاد الكلي طيب الفصل الثاني بيجي بتناول مثلا اجراءات الاحتلال نحو الاقتصاد الاسرائيلي سياسة السلطة الفلسطينية اتجاه الاقتصاد السياسة العربية الفصل الثالث مثلا ممكن تناولوا بريس الاقتصاد وأثروا على الاقتصاد الفلسطيني إيجابيات باريس الاقتصادي سلبيات باريس الاقتصادي الفصل الرابع يتحدث عن التنمية مقاومات التنمية في فلسطين يتحدث عن معوقات التنمية في فلسطين يتحدث عن نظريات التنمية يتحدث عن رؤية تنموية للاقتصاد الفلسطيني إذن أنا لازم أحط تكوين أولي هذا التكوين الأولي شرط أن يكون في الرسالة بمعنى لرسم هيكلها العام وتكوينها وهذا الشرط ضروري في الخطة العلمية بمعنى يجب أن تكون مجتملة على رسم أولي لمحتويات الباحث أبواب وفصول مباحث البعض بتناول باب فصل مباحث إحنا لنا غالباً فصول مباحث كل فصل فصل أول ثاني ثالث أو رابع كل فصل في مباحث هل يشترط أن المباحث أن تكون متساوية؟ يفضل يعني أنا بصرش أنا عندي فصل من 40 صفحة فيه ثلاث مباحث وفصل الثاني ألاقي فيه مباحث 11 صفحة فهذا متناسق وبالتالي بحاول دائماً أني أنا أحط في الفصول مباحث تكون متساوية يعني أنا الفصل الأول لو طرقت له أربع مباحث طب الثاني اتنين التالث ثلاثة لا أحاول أخليهم ثلاثة 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 يفضل بس هل إجباري؟ يعني لو طلع أنا عندي أربع فصول الأربعة كل فصل فيه ثلاثة وفصل من هنا اتنين لا مشكلة ولا ضير في ذلك بس أنا أولد يفضل من نواحي تنصيق ومن نواحي جمالية لأنه ما بصير عندي فصل يكون أربعين صفحة خمسين صفحة وفصل يكون عندي عشر صفحات بالتالي بضطر للباحث أن ينصق مباحثه حسب الفصل لا يتناسب مع عنوان الفصل لأنه أنا عندي ما بصير إش أنا بدي أقول أول حاجة مكونات الاقتصاد الفلسطيني بدأ مرسل الفلسطين وحط فيها إيش؟ اتفاق باريس لا اتفاق باريس بفرز له مثلا فصل كامل بصير إش أنا بدي أحكي عن نظريات التنمية أو مستقبل التنمية في فلسطين أو خطة التنمية المستقبلي في فلسطين وباجي بحط عليها في أولها بحط فيها عن باريس أو برجع بحط فيها من الفصل الأول لا بد يكون أنا عندي تناسق هذا شرط ضروري في الخطة العلمية أن تكون مرسومة وتحتوي على محتويات البحث أبواب فصول مراجع ليش؟ لأن القسم لما بده يناقش بده يشوف شو رسالتك عنوانها وشو تناولت هاي الرسالة وشو الرسالة هاي شو تناولت هاي الرسالة وشو رسالتك هاي انت تتكون من فصول وهل هذه الفصول وعناوينها لها علاقة بالبحث؟ يعني على سبيل المثال بيجي أي طالب بيعمل بالاقتصاد الفلسطيني كان بروح بقول لك مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني طب مش دائما أو بتكون رسالته على سبيل المثال على سبيل المثال واحد بروح بكتب لي والله عن مستقبل التنمية في فلسطين بكون بتناولي ثلاث أو أربع فصول فصل عن مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني وفصل على الاقتصاد الفلسطيني ما بعد السبعة وستين وفصل على الاقتصاد الفلسطيني مثلا ما بعد السبعة وستين وفي الآخر عند مؤشرات التنمية أو محددات التنمية أو التنمية في فلسطين ستطليها في 20 صفحة إذن هو هنا عنوان رسالته كانت مثلا محددات التنمية في فلسطين تناول من بحث 150 أو 120 أو 140 أو 200 صفحة 20 صفحة فقط الباقي قد يكون أحيانا مكرر موجود في رسائل سابقة وبالتالي هنا أنا إذا بدأ أكتب عن التنمية في فلسطين بخلي ثلاث فصول خاصة للتنمية واحد بتناول نظريات التنمية واحد بتناول تجارب تنموية واحد باخد فيه مثلا محددات ومعوقات التنمية وباخد في الآخر رؤية تنموية أنا حططها بجمع إيش كتبوا عن التنمية وبحط رؤية للمستقبل الاقتصاد الفلسطيني للقطاع الخاص للعام للقطاعات الزراعية رؤية للإيرادات رؤية للنفقات كل هذا إلو علاقة بالتنمية في البداية ممكن أحط 20 صفحة أو فصل أو مبحث مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني يا باخد قطاعات اقتصادية يا إما باخد مؤشرات كلية إذن هنا أنا عندي التكوين الأولي للبحث جدا مهم أن تحتوي الخطة العلمية أن تكون رسم للبحث فيها خارطة لما بتطلوا عليها بشوفه يمكنوا يقولوا والله أنت العنوين اللي أنت حططها أو الفصول ليس لها علاقة بموضوعك أو 70% مكرر من رسائل سابقة وبالتالي هذه الخطة لما بدأ حطها يعني تفشي البحث طب واحد بقول لي هل ممكن أغير بالخطة نعم ما بعد اعتماد الخطة يتم التغيير بينك وبين المشرف أهم شيء أهم شيء العنوان العنوان يثبت لأنه العنوان إذا تغير يحتاج أحيانا إلى مجلس قسم ويحتاج إلى مجلس كلية ومجلس درسات عليا ومجلس أكاديمي ومجلس جامعة أحيانا ممكن تغيير العنوان ياخد ثلاث أربع شهور يأخر الطالب بالتالي أنا بثبت العنوان والمحتويات داخل البحث لأنه احنا مش بنسميه تكوين أولي ممكن أن تتغير طيب في المقابل واحد بيقول لي هل أنا ممكن أغير كل محتويات البحث لا ممكن تزود مبحث تزود قل المبحث تحط فصل معين ممكن أنا بدي أحط والله محدداتها محددات التنمية في فلسطين مثلا المحددات العربية ومجدش كتير عليه ممكن أغيره هذا الفصل أو أغير هذا المبحث طيب أجد أنه في مبحث ثاني وأنا بقرأ بلاقي مثلا شيء له علاقة بالمانحين ودورهم على عملية التنمية في فلسطين أنا مش متطرق له في خططي بشاور مشرفي وبزود مبحث بالتالي التكوين الأولي إحنا تكوين أولي لكن هل أنا بدي أغير كل الخطة لا بغير عشرين ثلاثين في المئة منها أربعين في المئة أنا والمشرف فيما بعد بناءا شو يتوفر عندي مراجع بناءا شو يتوفر عندي أنا دراسات تمام أحيانا أجد أنا في البحث أنه في عنوان عندي ليس عليها أشياء كتير وفي عنوان آخر أنا مش متطرق له بشاور مشرفي بروح بغير مع المبحث لكن أهم شيء أنه يكون لازم يكون في الخطة عندي مكونات أولية حتى يتم موافقة على الخطة وأهم شيء تثبيت العنوان بنيجي بعد ذلك في الخطة بنحط مصادر ومراجع أولية طبعا الخطة لما نتحدث بدك تقدمها أنت لاعتماد رسالة 10-15 صفحة تتناول مشكلة البحث مقدمة مشكلة البحث أهداف البحث أهمية البحث فرضيات البحث تتناول يعني بغض النظر عن الترتيب بشكل عامي أنا بنحكي تتناول الدرسات السابقة والتعقيب على الدرسات السابقة بعدين بنحط التقوين الأولي بنقول هيكل البحث أو توزيع الفصول فصل أول عنوانه كذا فصل ثاني فصل ثالث فصل رابع الفصل الأول فيه ثلاثة باحث واحد دين ثلاثة الثاني واحد دين ثلاثة إلى آخر بوزع بنيجي آخر شيء بنحط قائمة أولية بالمراجع عشان أثبت جدية ما يمكن أنا أجي واحد بدي أعمل والله أنا مثلا مثلا بدي أعمل عن الاقتصاد السنغافوري فيه أن مثلا طلاب بجامعة الأزهر اشتغلوا عن تجربة الصين الاقتصادية واشتغلوا عن تجربة البرازيلية واشتغلوا عن الاقتصاد الفلسطيني واشتغلوا فيه ناس أخذوا عن التضخم في بعض الدول الأوروبية وفيه عملوا على الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي وفي عمله عن التجربة الماليزية طيب ممكن واحد يجيب الله يبدي يحط لي والله مثلا أنا بدي أعمال عن التجربة السنغافورية مثلا قد يكون في تجربة رائدة عندهم معينة طيب أنا بدي أشتغل عليها لما أجي أحط المصادر بجي أحط لأربع مصادر أو قريل الدراسة هذا لا يقفي بالتالي أنا بدي شرط أساسي ذكر المصادر والمراجع هذه دلالتها على إمكانية إجراء البحث أو عدم إجراءه وبالتالي من متطلبات الأمانة العلمية أن نلتزم بها في الدراسات العلمية يعني أنا المراجع أني أنا أكون شايفة أو موجودة مش بروح أنا بأخذ من رسالي بأخذ ربلي 30 مرجع بحطهم في الخطة التاعة وبكرة أصير أدور عليهم لا وهذه بتعطي جدية على سبيل المثال طب أوليا في الخطة ممكن الواحد يكون شايف له من الدراسات السابقة 7-8 رسائل ماجستير بحطهم إيش في المراجع 4-5 أبحاث في الدراسات السابقة بحطهم في المراجع لقيت 4-5 كتب بحطهم في الموضوع بحطهم في المراجع مواقع إنترنت 4-5 مواقع أبحاث منشورة ممكن أقدم لي 20-30 مرجع أولي اللي أعطي إقناع أنه لما يجيوا يقولوا له هاي المراجع أقول له كتير كمان في غيرها ولكن أنا حاطت عينها وبالتالي أنا عندي هان بحط بعض المصادر والمراجع والمراجع إحنا حنيجي بكرة قدام كيف المراجع وفي فصل كيف أنا رتب المراجع بس خلينا أو كيف ننصيغ المرجع وكيف ننوثق المرجع خلينا نقول إنه الآن العلم الحديث ممكن أنت تستخدم 7-8 رسائل ماجستير تاخد منها 5 وكتب يمكن 15 كل الآن بيعتمد على الدوريات الأبحاث المنشورة الأبحاث المحكمة الدرسات المحكمة بمعنى بصير كل الحكي على شي حديث يعني شي حديث لأنه أحيانا الكتب بتكون قديمة الكتب ممكن تاخدينها الإطار المظر بس إنت شو بدك تعتمد تعتمد على الدرسات على المؤتمرات على أوراق العمل المقدمة على مواقع درسات مرموقة مش محلاته جرائد وموقع إنترنته وتحط لي بالله إنه موقع إخباري هذا ما بفيد بالبحث العلمي بحط أنا مصادر أولية وهذه المصادر الأولية يجب أن تقدم من ضمن خطة البحث ليحظى البحث أو تحظى الخطة على موافقة من القسم ومن طلاب الدرسات العليا اللي بكونوا أحيانا بنقشوه تماموا بيعطوا ملاحظات وهذا شيء إيجابي لأنه أنت ترى البحث أحيانا والخطة من زاوية واحدة وآخرين يروها من زوايا أخرى كيف يمكن أن يتحقق الباحث من هذه الشروط؟ هذه الشروط اللي إحنا بشترط أعضاء اللجان العلمية غالباً توفرها في خطة البحث لكن عرفنا الشروط وعرفنا كيف نكتب وعرفنا التوصل إلى تحقيق هذا الشروط في مجموعة من الأسئلة مثابة موجه للباحث إذا استطاع أن يجيب عليها بضاعة كثير من المحتويات بحثه أولاً ماذا أريد أن أبحث؟ في واحد بدي يبحث في الاقتصاد الرياضي واحد بدي يبحث في الزراعي واحد بدي يبحث في النقدية واحد بدي يبحث في المالية واحد بدي يكتب على الاقتصاد الدولي واحد بدي يكتب عنده اهتمام في المشكلات الاقتصادية العالمية واحد بدي يكتب على الاقتصاد الفلسطيني واحد بدي يكتب في اتفاقية القات واحد بدي يكتب على سبيل المثال في التكامل الاقتصاد العربي إذن كل واحد بدي يحدد ماذا يريد أن يبحث هذا السؤال يجيب عليه حسب اهتمامه ويمكن واحد بيشتغل في البنك بدي يعمل عن البنوك في فلسطين واحد بيشتغل في وزارة الزراعة بدي يعمل عن الزراعة واحد بيشتغلش في وزارة بس عنده اهتمام في السياسات النقضية بدي يعمل النقطة الثانية بعد ماذا أريد أن أحف لماذا هذا الموضوع لما واحد بدي يكتب موضوع معين بكون عنده شغف يظهر شيء يعني بيجي بيقول لك والله أنا بدي أكتب في موضوع البنوك لأن أنا بشتغل في بنك وهذه مشكلة بتواجه البنوك تمام وهذه المشكلة إحنا بنا نحاول نجدها حل في البنوك على سبيل مثال القروض مثلا غير مدفوعة على سبيل مثال الديون المعدومة واحد بدي يعمل مثلا عن عنده اهتمام بالاقتصاد الفلسطيني بدي يعمل عن رؤية لتطوير الإرادات في فلسطين في ظل الأزمات المالية يعني ليش أنا اخترت هذا الموضوع النقطة التانية كيف أبحث هل بدي أبحثه من ناحية نظرية من ناحية وصفية ولا بدي أخذ مؤشرات قياسية طيب النقطة الرابعة أين هل بدي أعمل أنا في فلسطين هل بدي أعمل في الضفة غزربي وقطاع غزة والقدس كاملة هل بدي أعمل في قطاع غزة لوحده طيب هل أنا بدي أعمل يعني عن التكامل الاقتصاد العربي بدي أعمل عن كل التكامل الاقتصاد العربي وين والله بتدعمل عن تكامل الاقتصاد العربي مثلا ما بين فلسطين ومصر والأردن على سبيل مثال طب متى الفترة الزمنية الإجابة على هاي الأسئلة يعني بتحيل إلى كثير من المشكلات وهذه الإجابة لا تأتي من فراغ ولكن من خلال اتباع التابع الإجراءات العملية اللي بتساعد الإجابة على هذه الأسئلة يمكن الباحث أن يجيب على الأسئلة ماذا أكتب وماذا أبحث وأين ومتى إذا نفذ التابع أربع إجراءات واحد الإطلاع على مجموعة من الخطط لكبار الأسازي ومن سبقوه ينظر إليها اللي بدي يكتب خطة بروح بيطلع على الخطط المكتوبة يعني واحد بدي يعمل مثلا في السياسة المالية بيشوف إيش رسائل أخذت السياسة المالية يطلع على الخطط اللي موجودة يعني أنا لو بدكت بخطة بطلع على الرسائل السابقة تمام ويشوف كل واحد شو تتبع في رسالته الإسلوب اللي تتبعه اتنين أن نطلع على بعض الأبحاث شبيهة في موضوعي أنا في أبحاث أحيانا ليست رسائل ماجستير في أبحاث أحيانا بتتناول مثلا السياسة المالية في الأردن في أبحاث بتتناول السياسة المالية في فلسطين في أبحاث بتتناول مثلا السياسة المالية في الجزائر بتطلع على مجموعة الأبحاث كفاءة أصحابها مدى مكنتها بحث يعتبر جيد ممكن أنت تشوف عنوان لو يحث معين تيجي تقرأ فيه تلاقيه فاضي من المحتوى كلام نظري بحث مش حاضط فيه رقم معين النقطة الثالثة بتطلع على المراجع اللي سبق تناولت الموضوع المراجع مهمة جدا والمرة الماضية حكينا بالفصل الأول أنا توفيري لمراجع بحللي 80% 70% من الرسالة بعتبر قطعة شوط إذا توفرت المراجع دون توفر المراجع صعب النقطة الرابعة نقش المشرف فيما تبصرت إليه من أفكار المختصين ليس بالضرورة المشرف فقط يعني واحد بدي يكتب مثلا عن السياسات النقدية ومدى تنفيذها في البنوك الفلسطينية من سلطة النقد ممكن أنا أناقش مشرفي بعد مشرفة بطلع سلطة النقد بشوف المختصين شو السياسات اللي بضعوها شو اللي بتناسب مع المواطن شو اللي بتناسب مع البنوك شو اللي البنوك إنه ممكن يتنفذه شو اللي لا نستطيع تنفيذه إذن بناقش أنا مشرفي عشان أنا أجاوب على الأسئلة ماذا أكتب وماذا أبحث وأين ومتى بطلع على مجموعة من الخطط بطلع على الأبحاث الخطط اللي في كل رسالة الأبحاث بطلع على مراجع بناقش المشرف وذوي الإختصاص وليس بالضرورة هنا المشرف فقط ممكن واحد بدي عمل عن وزارة الاقتصاد بروح بلتقي بوكيل الوزارة بالمدير العام بمسؤول الجمال بيعطوه خبرة عملية كبيرة جدا ويوجهوه أكتر أحيانا من المشرف إلى المشرف ممكن أن تتناول نواحي نظرية فقط ثم بيعطوه الجانب العام طريقة تقسيم الموضوع لما أنا بدي أقسم موضوع معين وقسمه فصول في طريقة تبويب التاريخ وهنا أنه عبر التاريخ أنه أنا عند سواء الموضوع ظاهرة طبيعية أم ظاهرة إنسانية تطلب تقسيمها عبر التاريخ يعني ممكن واحد يتناول مثلا الاقتصاد الفلسطيني فترة 48 اقتصاد الفلسطيني ما قبل 67 الاقتصاد الفلسطيني من 67 إلى 94 ما جاء السلطة الاقتصاد الفلسطيني ما بعد 94 الاقتصاد الفلسطيني ما بعد الانقسام يعني أنا بأخذ تبويب تاريخي تسلسل وفي طريقة بنيوية هذه طريقة مش عندنا بيستخدموها علم النفس والعلم الاجتماع والفقه بتركز على بنية الموضوع المدروس بنية الموضوع من خلال دراسة مكوناته ومبادئه وتميز البنيوية بين تطور الموضوع المعقد وبين عملية وأداء الوظيفة وهنا احنا دائما احنا التقسيم لا يتم الاختلاف عليه دائما احنا تقسيم الفصول إما حسب التسلسل لنا أو حسب التاريخ أو يعني واحد بديو عمل على الاقتصاد الفلسطيني بيجيش يقول لك والله الاقتصاد الفلسطيني ما بعد مجيء السلطة هل أقل بديو يتناول الاقتصاد الفلسطيني في فترة الاحتلال الاقتصاد الفلسطيني ما بعد الانقسام لأنه كل مرحلة من المراحل لها ظروفها لها أسبابها لها إيجابياتها لها سلبياتها ومن هنا بنصير تقسيم الموضوع بطبيعة الحال ممكن المزج بين الطريقتين الطريقة التاريخية والطريقة البنيوية وهنا يعني انت احيانا في بحثين علميين بدورك حول موضوع واحد وكل منهم بتناول شكل مختلف تمام يعني مثلا الموضوع دراسة أنا معطيك مثال تفكير كونت وهو مفكر ألماني كبير هذا الموضوع تناوله شولتز في كتاب الصادر بالألمانية بطريقة تاريخية شوف الطريقة التاريخية كيف يعني لما بدأك تيجي تكتب زي ما أنا تحدثت عن تاريخ الاقتصاد تسلسله قال لي والله بدأك تكتب عن حياة كونت وهو عالم ألماني أم فكر ألماني بقول لي أول حاجة تبدو يتحدث عن صباح هو البيت الأبوي أول فصل أخذ صباح كيف كان هو صبي اتعلم في مدارس البيت الأبوي تاعه والده شو أثر في حياته والدته دائماً احنا بناخد البيت الأبوي يعني في السلسل العلم لما بياخده حياة شاعر حياة كاتب حياة مثقف حياة بقول لك أنه البيت أثر فيه لأنه والده مثلاً كان له علاقة مثلاً على سبيل المثال بالكتابة أصبحوا لعلاقة بالكتابة والده شجع والده كان في مستوى سلطة ومعين وهذا دفع فيه أن يتبوأ مصب السلطة لأنه ياخد احنا الصباح والبيت الأول النقطة الثانية كلية الملك فريدر يعني إيش الملك الكلية اللي درس فيها بعدين ميجي بعد الكلية الجامعة اللي درس فيها احنا بدأنا من صباح بعدين المعلم الخاص فيه أنه فيه معلم أحياناً بأثر في الطالب بعدين تحدث عن كونت المعيد والمحاضر بعد ما خلت الزامعة بعدين كونت أستاذ الفلسفة إذن هان تناول حالة الصباح دخوله للكلية دخوله للجامعة كيف أصبح معلم خاص بعدين معيد وبعدين أستاذ الفلسفة المعروف كونت وهو ألماني إذن تناول هان من الناحية التاريخية بعد ذلك الأستاذية الفخرية أهيته وأخلاقه في الآخر يعني تناول وفيه بعدها من تناول مؤلفات كونت كتبات ما قبل النقدية المؤلفات النقدية نقد العمل إلى آخره أيضا بالتالي المؤلف في القسم الأول تناول حياة كونت وأثره تتبعه وتناول مؤلف آخر تمام أنه الطريقة البنيوية كيف كتبه كانت والتنظيم والحدوث والمقولات آخره إحنا بنحاول دائما أن نستخدم إسلوب واحد الفصل الثالث أخذ طبيعة الفكرة الفكرة رسمنه تخصيصا عمل الأفكار من حيث كل هذا تناول من ناحية العالم الألماني كونت وزي ما فينا أخذوا التاريخية أخذ البنيوية الباب الثاني مثلا تنظيم المادية المذهب الفكرة في إسلامها فكرة الغائبة صحف نقضي لمذهب كونت صعوبات الحل إلى آخره كونت وأخذ من هاي النواحي طيب بنيجي لموضوع مهم هل يجوز إجراء تعديلات على الخطة مستقبلا نعم أنا توحكيت قبل شوية الخطة مجرد رؤية قلنا مبدئية مرور الوقت في القراءة بتتسعي القراءات بجد البحث بعض مواضيع ما كانش متطرقة لها غائبة عن نقل أو نقطة الثانوية كان يعتبرها وصارت تامة أو نقطة هامة وجدش لها مراجع طريقة التبويب تفتقد إلى الترابط والتسلسل في فراغ بين الفصل الأول والثاني بدي أنا أعبي هذا الفراغ بدي جزئيه إله بالتالي الإجراءات لتعديل الخطة نعم يحدث ما بين الطالب وما بين المشرف أهم شيء العنوان قلنا أن يكون ثابت لكن ممكن أنا أربع فصول يصير تغيير على مبحث بفصل مبحثين مش كل الخطة تمام أزود فصل أنا كان غائب عن ذهن إن أنا مش كاتب عنه أو أزود مبحث أو في مبحث له مراجع وبالتالي غالب أن أحيانا الأمور تستجد متى يبدل تتبلور شخصية بعد القراءة التعمق في البحث كل هذه لأنه إحنا أول خطوة في البحث أجمع مراجع اثنين القراءة وبكرة كلنا بناخد هذه بطريقة وكيف نقرأ وكيف نوثق إلى خريف هذه التعديلات اللي حكنا يجب ألا تؤثر على عنوان البحث الأصلي ولا تخيل بفحوها والتنصيق مع المشرف ولا يتم تمام التنصيق لا معاوش أما إذا كان التعديل يستلزم تغييرات في العنوان لا يمكن إلا بعد موافقة المشرف والقسم والكلية لدينا مثلا بالأظهر قسم المشرف والقسم والكلية والدرسات العليا وأن شؤوني الأكاديمي وأخدير رئاس تجارة في حالة عدم قدرة الطالب لأي سبب من الأسباب على مواصلة بحثه يتاح له إلغاء تزيله أو يسجل إلى موضوع جديد لأنه ممكن طالب تيجي تنصحه يروح يقول لك والله مثلا أنا بدي أعمل عن الصناديق السيادي في دول الخليج وبعد ما ييجي يحطوا العنوان ما يجي تشمراجع بالطرق أنه يغير أو واحد بيجي بيقول لك والله أنا بدي أعمل عن الاقتصاد العلاقة ما بين الاقتصاد الكندي والأمريكي أو مجموعة النافتة أو الإلكة بيختار عنوان لكن لا يجد له مراجع بالطرق أنه يلغي كل تسجيل ويبحث عن عنوان جديد وهنا بيجي الدور المشرف ومشاورة الطالب يعني أنا بعتقد مرة أجل طالب بعرف أن إمكانياته ضعيفة يلي أنا بدي أعمل عن موضوع 1-2-3-4-3 لا حطه عجم هذا الموضوع أكبر منك وطبعا الطلاب قدرات مختلفة يطلع الأكبر عدد من المراجع واحد عنده شغف للقراءة في واحد بتروح بس يكتب الرسائل وهنا بيكون فيها غش علمي وبتعرف أنت مستوائز تدرسه فأنت دائما المشرف أو الدائرة المحيطة المختصين المشرفين الناس بتعمل بوزرات بتفيدوا بتقولوا ابعد أو قرب من هذا الموضوع ممكن روح تقول له هذا مش هتلاقيه مراجع وممكن أنا أقول له لا هذا أكبر ومستوى أكبر منك تمنياتي لكم بالتوفيق وإن شاء الله نلقاكم في الفصل الثالث أنا بتمنى يكون مراجع على الفصل أول بول وعندنا أيضا مجموعة الوطس أبنعمل مجموعة لأي تعقيب أو أي تعليق أو أي أسئلة نراكم في الفصل الثالث خالص تحياتي أستاذ دكتور سمير أبو مدلل